شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي على ضرورة حل الدولتين كمفتاحين لحل الصراع الدائر وشار وزير الخارجية إلى رؤية المصرية المتمثلة في ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية معربا عن أمله في أن تسفر جولة القاهرة المرتقبة لمحدثات التهديئة عن وقف إطلاق النار في غزة تطبقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن الهلين المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أزقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستوقد هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق صراح جميع الرهائن وأيضا الأسرة الفلسطينيين فلسطينيين